أستاذ فأعراض سرطان البوستات ليست أعراض لها صفة خاصة بالسرطان فهدفنا أن يتم الكشف قبل أن تظهر هذه الأعراض فالأعراض هي في مراحل متقدمة جدا بحيث يكون صعوبة في التبول أو شيء من الدم في المني أو في البول أو آلام في العمود الفقاري أو في العظام أو في حالات متقدمة فالهدف هو قبل أن تظهر هذه العلامات وأن لا نصير إلى هذه العلامات وهذه العلامات ألا ترى بأنها شبيهة أيضا بعلامات أو أعراض التهاب أو تضخم البروستات وهي بعيدة عن سرطان نعم فهذه العلامات لماذا هي شبيهة بالتضخم؟ لأنها لا تترك البول يمر بشكل طبيعي ولذلك تحدث تعفونات أو حريق البول أو التردد بكثرة في الليل إذن فليست بالضرورة هي مرتبطة بالسرطان وإنما بحجم الذي تأخذه هذه الغدة الصغيرة إذن فمن البداية يجب أن نفرق بين سرطان البروستات وبين التضخم الحميد للبروستات وهو شيء طبيعي جدا للناس في حيث أن البروستات من بعد ثلاثين سنة ثم خمسين سنة تنمو بشكل برادي وذلك نظرا لحساسية هذا الغدة للهومونات ترجمة نانسي قنقر